حفل اختتام النسخة العاشرة للحاق التحدي الصحراوية شهد توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب SOS Village والمكتب الجهوي للعصبة المغربية لحماية الطفولة لجهات الدخلة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين اتفاقية ثانية وقعت بين جمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب SOS Village وجمعية طيبة للأعمال الاجتماعية هدفها تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي وذلك في أفق بناء قرية سادسة تابعة لجمعية قرى الأطفال المسعفين المغرب SOS Village بمدينة الدخلة هذه التدهور العاشرة كان عندها رمز كبير لأننا قدرنا شراكة مع SOS Village Village وحنا عشر سنين وحنا تندعمه الجمعيات ولكن هذا العام احنا كنا بغينا نشاركه في بناء ديال واحد المركز اللي هو غتستفد منه مدينة الدخلة وأطفال الدخلة وهذا المركز رافي مركز تخافي ورياضي لأن الحلم ديالي هو ذلك المركز الرياضي لأن من مدينة الدخلة يمكننا نديروا أبطال ونديروا أطفال اللي تيديروا يمارسوا الرياضة وهذا المشاركة غادي تستفد منها قاعد الأطفال الدخلة والأطفال ديالجمعيات الخرين وحنا مفتخرين بالسف لأننا غادي نشاركه كصحراوية وعطينا واحد دعم مملغ مهم اللي هو أول دعم ديال هاد الفيلاش بالنسبة للنتائج الفوز كان من نصيب الثناء الفرنسي سالومي رافي وإليز بوني اللتين أبانتا عن مجهود كبير خول لهما التتويج بنسخة هذا العام المنافسة كانت صعبة حاولنا العمل كفريق مع الثنائي الذي احتل المرتبة الثانية إذ عشنا لحظات من التآذر والالتحام الاختبارات كانت صعبة مقارنة بتلك التي خضناها أول مرة حاولنا التحكم في إيقاع التنفس بهدف الحفاظ على الصدارة إلى غاية آخر يوم حاولنا التنفس بهدف الحفاظ على الصدارة إلى الثانية الحمس هو المشاركة من ناحية الرياضية ولكن لتضامن لأن المشاركات كأمل عديلوا دكشي حاربوا باش يمكنهم يكونوا في الподيوم باش يمكنهم يعتون دكشكل حاجة الثانية الأجواء اللي كانوا واحد الأجواء ديال الأخوة وديال النشاط وديال التبادل وديال هكذا إذن اختتمت فعاليات النسخة العاشرة من لحاق التحدي الصحراوية الذي جرى بمدينة الداخلة وذلك بتنظيم حفل ختامي سجل حضور مجموعة من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والمدنية وكذا فعاليات جمعوية قاسمهم المشاركة الدفاع عن قيم التضامن والتأذر